إننا نجد مسطراً في الأصحاح الثاني من سفر التكوين أن الله تعالى جلت حكمته، أخذ الضلعاً من جنب آدم، فخلق منه حواء، وأما ذلك المكان الذي بقي خالياً في جنب آدم، فملأه لحماً، كما يقول الكتاب، وملأ مكانه لحماً، فهذا الأمر الذي يستبين عندنا خاملاً، يستبين في عيني بولوس الذي رقي به إلى السماء سراً عظيماً، يعصر النظر إليه، ولذلك كتب إلى أهل أفاسوس قائلاً، إن هذا السير العظيم هو، وأنا أعني بقول المسيح والكنيسة، وذلك لأن الضلع كان صلباً قاسياً، وأما اللحم فأنه ضعيف ورخو، فآدم الثاني لإثاره أن يوضح في هذا اليوم أنه هو الذي أعطى الكنيسة الضلع الصلب، وأخذ اللحم الضعيف الرخو، تعيبة وعارقة، حتى أنك تنظر ماذا أعطى وماذا أخذ لكي يصير شبيهاً بالإنسان، حتى أنك تعرفه موضوعاً أولياً لمحبتك، بما أنه لم يترك نوعاً من أنواع فقرك ومسكنتك، ولا صنفاً من صنوف مثلتك، إلا وماثله، حتى أن البريء من الخطأ قد اقتبل القصصات خطيئتك وتأديباتها ذاتها، وليس ذلك إلا ليصير شبيهاً بك على كل الأحوال، ومن حيث أن الآدم الأول بعدما حصل في الخطيئة سمع الله تعالى قائلاً له، بعرق جبينك تأكل خبزك تأديباً له على عدم وفائه، وقصاصاً له على قلة شكره، فارتضى آدم الثاني أن يقتبل الأتعاب والأعراق التي أنتجتها تلك اللعنة لكي يفتدي آدم ويخلصه منها، فمن يا ترى لا يحب الله تعالى مدام هو موضوعاً أولياً لكل محبة؟ القديس مكاريس الذي منبطمص